كلم عن المنتخب المصري لنشآت اليد اللي حقق لقب بطولة أفريقيا هلما أوليد 2006 بعد ما فازوا على منتخب غينيا في المباراة كان سكور رائع جداً 29-16 الدور النهائي من البطولة بالجد بطولة ولا أروع وأداء أكثر من رائع من المنتخب بتاعنا وعايز أقول لكم كمان استقبال كان جميل جداً للبعثة في المطار وده الشق المهم أن أنت تلاقي بعد ما عملت إنجاز حتى الدعم المعنوي مهم أن حد يجي يقول لك شكراً أنت كنت شاطر شكراً أنت قديت مجهود إحنا حسينه أو لمسينه ده على فكرة بيفرق بشكل كبير جداً حتى ما تدينيش جوائز ما تدينيش فلوس ما تدينيش كرادت حاجة مادية لا أديني دعم معنوي ده بيفرق جداً حتى ده الكلام ده أنا بقوله على لسان أبطالنا يبقى فيه أبطال جايبين بطولات وميديليات بيجوا ما بيلاقوش حد بيستقبلهم عدم التأدير مميح ده أكتر حاجة تداي أن الواحد تبقى تعمل حاجة وما بيبقاش فيه تأدير فطبعاً ده حاجة تزعل لكن اللي حصل بالعكس كان فيه وفد رسمي من وزارة الشباب ورياضة ورئيس اتحاد إلياد كمان فيه استقبال البعثة الصورة قدام حضراتكم والحلو كمان في الموضوع يعني ده أول مشاركة رسمية لمنتخب مصر الناشئات موليد 2006 بعد ما تكون والحمد لله بعد التكويد أستطيع أن هم يقدموا أداء أكثر من رائع من جديد يعني مميز وكمان يعني هقول إيه منافسات بطولة العالم فأعتقد لا لا إنجاز فعلاً فعلاً بنشكرهم عليه ومتوقعين إن شاء الله مزيد من التقالق الفترة اللي جاي بس زي ما أنت قلت الرياضة النسائية بجد في مصر في حتة تانية تماماً فبالتوفيق ليهم